هكذا احتفى مخيم بلاطة شرقية نابلس بابده الاسير المحرر سامر ابو مريم الذي غيبه الاعتقال عن ازقة مخيمه 17 عاما ليعود اليها بهذا المشهد من الحفاوة والتقدير لقاء مسيرته نضالية خارج الاسر وداخله والله الحمد لله رب العالمين الحمد لله ان شاء الله عقبال عن كل الاسرة ان شاء الله وفرحنا الحمد لله وانبساطنا كدهش ان شاء الله الله يفرجها عليهم جميعهم يا ربي وفي منزله كانت هذه الاجواء من الفرحة لأهله وذويه لكنها كانت ايضا منقوصة بعدما غيب الموت والده عنها قبل الافراج عنه بنحو شهرين ليعاني قسامر ضريح والده عوضا عنها الحمد لله كل يعدنا مبسوطين وفرحنا كتير كنا نتمنى انه ابو يكون موجود بس الحمد لله على كل اشه الحمد لله هاي رجع بالسلامة ان شاء الله عقبال عن كل الاسرة يا رب يرجع ع بيوتهم سالمين الحمد لله اه كان امنيت يحرم انه يشوفه بس خلاص ربنا سبحان الله الحمد لله على كل شي وهي رجعنا بالسلامة الحمد لله كلنا مبسوطات الحمد لله وفي مخيم بلاطة كان هذا الاستقبال الجماهري المهيب للمحرر ابو مريم الذي يجسد وفاء شعبنا لتضحيات ابنائه الاسرة السجون باستنفار دائم اليوم كان استشهاد الاسير سامي العمور من دير البلح نوضي لأهله التحية والله يرحم روحه والامور كمان بالسجن كله تمولعا يعني في استنفار كامل مواجهات مع إدارة الاحتلال مع إدارة السجون وفي خطوات كمان للأسرة ورب يقول يا الله يا رب الفرج قريب على اليوم كمان الاسير المحرر سامر ابو مريم قد اعتقله الاحتلال في العام 2004 بعد محاصرة منزله وتفجير الأبواب وإطلاق النار داخل المنزل وخضع لتحقيق عسكري استمر لأكثر من شهرين تعرض خلاله للتعذيب على خلفية نشاطه النضالي في صفوف كتائب شهداء الأقصى بكر عبدالحق تلفزيون فلسطين نابلس نابلسة